السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا في قصر كلمة موئلة لوش من طريقي الأزرق ذكر الإمام المهدوي رحمه الله والإمام ابن عظيمة الإشبيري رحمه الله أن وش قصر هذه الكلمة لأن قبلها كلمة موعد فيها القصر وكلمة موعد بعدها فيها القصر فقصرت موئلة حتى تستوي مع ما قبلها وما بعدها وهو كلمة موعد وكلمة موعد وذكر الإمام مكي القيسي رحمه الله في كتاب الكشف أن أورش لم يمد هذه الكلمة ليفرق بين ما أصله الحركة وبين ما لا أصل له في الحركة كالثوء والتفريق بين مد فاء الفعل وعين الفعل فمد عين الفعل للزوم السكون لها وفاء الفعل إذ السكون لا يلزمها والله أعرم